بين جملة حمد الله على السلامة ومرورا بإلحاح في شراء بضاعة صنعت على عجل وليس انتهاءا بتقييم لا يليق تبدأ وتنتهي رحلة كثير كثير من السائحين في مصر خلال العقود الماضية تبدأ وتنتهي تاركة للمتابعين جملة من الخيارات الصعبة والحسابات المعقدة في ملف السياحة المصرية ومراجعتها بلد يضم مدنا هي الأقدم في العالم ومحاصن بجمال بحرين ونهر وتقس من بين الأروع في الدنيا وقبل هذا وذاك أثار يقف العالم أمام سرها وسحرها مشدوها وحائرا ورمال فيها شفاء للناس ومدن صيفية وشتائية من أقصى مصر لأقصىها رصيد ضخم من المفردات التي بدت وكأن طبيعة تفننت في نثرها على هذه الأرض طيبة لتبدو وكأنها كمركز للكون ولؤلؤة للدنيا كل هذا يتسق مع دعوات الجارديان والواشنطن بوست وغيرهما من كبريات الصحف العالمية لأن تكرر بأن مصر واحدة من أجمل القبلات السياحية لكن كل ذلك لا يتسق بحال مع أرقام مصر السياحية منذ عقود وحتى الآن فبرغم التفرات التي تحققت في هذا القطاع يأتي مؤشر تطوير السفر والسياحة لعام 2021 والصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي لتحتل مصر فيه المرتبة الواحدة والخمسين من بين 117 بلدا بينما جاء ترتيبها الخامس في الشرق الأوسط بعد الإمارات والسعودية وقطر وإسرائيل خلال العامين الماضيين قدمت الدولة جملة من الخطوات التي من شأنها أن تصحح المصار حفل مهيب لنقل المميوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة وآخر لافتتاح طريق الكباش وبينهما محاولات للترويج السياحي ومؤخرا مطالبات بإصدار قوانين تضبط وتوفر مناخا جيدا للسائحين فما الجدوى؟ وهل تسهم هذه الخطوات في تحسين أرقام السياحة المصرية؟ وهل يمكن وضع ضوابط وقوانين لتنظيم هذه العملية دون أن يكون هناك وعي مجتمعي بكيفية التعامل مع السياحة واعتبارها مسألة أمن قومي؟ وكيف يمكن الوصول إلى صيغة تضمن أن تحقق مصر أرقاما تتناسب وإمكانياتها العظيمة؟ أسئلة كثيرة أطرحها مع زميل نشأتدي في هذه الحلقة من المشأة ترجمة نانسي قنقر